تشن مكتب محافظ الوسطى الهوية البصرية والسمعية لفعاليات صيف الوسطى لعام 2024 والتي ستقام في محطة هيمة ترفيهية وتبرز الفعاليات المقاومات السياحية للمحافظة كما ستمثل محطة للزوار المتجهين إلى محافظة ضفار عبر الطريق البرية مقاومات سياحية واقتصادية ومشاريع تنموية واستثمارية جعلت لمحافظة الوسطى مكانة مهمة للسياحة والاستثمار وسعيا لإيجاد متنفس خدمي وترفيهي يخدم زوار المحافظة والسياح العابرين من وإلى محافظة ضفار تم تدشين الهوية البصرية والسمعية لفعاليات صيف الوسطى 2024 فعاليات صيف الوسطى ستنطلق في السابع عشر من يوليو وتستمر حتى الخامس من أغسطس القادم وسيضم صيف الوسطى فعاليات مصاحبة كسباقات الهجن والطيران الشراعي وتجربة ركوب الخيل والإبل بالإضافة إلى مرافق خدمية من مصليات رجالية ونسائية واستراحات للزوار ومجموعة من دورات المياه لتلبية احتياجات المسافرين صيف الوسطى يتمثل في محطة هيما التي تشتمل على العديد من الأركان كركن المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات للعابرين وزوار المحافظة وركن الصناعات الحرفية والأسر المنتجة بالإضافة إلى الخيمة التراثية وركن الطفل والفنون والمسرح وركن المطاعم وركن المهى التي تحاكي محمية المهى العربية بعدد من الحيوانات البرية كالمهى العربية والغزلان البرية سالم بنهلال الشغيلي محافظة الوسطى